معينا أم محمود أم محمود معينا السلام عليكم وعليكم السلام يا أم محمود فضلي معلش ممكن أكلم حضرة الشيخ ما حضرتك تفضلي معلش يا أنا حضرة الشيخ عايز أستشيرك في حاجة مرحبا معي زوجي مش بيتفهم غير بيمد اليد لا إله إله أهلا تمام وأنا معي طلعين صغيرين يعني واحد عنده أربع سنين واحد عنده خمس سنين نعم تمام وأبويا مش بأبويا ما يعني إن أنا أروف بعيالي يعني قال لي تاجي تاجي من غير عيالك يعني أنا وإن هطلع عايز أطلع يعني زمجانة وكذل يعني الوالد بيقولك لو حت تنفصي لي حتسيبي الأولاد ليه تيجي من غير الأولاد آه وأنا مش يعني أنا مش قادر أن أسيبه وانتي متقطع يعيني ما بين الأولاد وما بين أنه هو هذه الإهانات المتكررة معه طب ما تكلمتوش مع حد من أهله يا أمو محمود كثير أعمام وأخول كبير ببرا منه بسبب أنه هو مش يعني بيقول أنا ماليش كبير أحونا أنا قوة إلا بالله كمان حضرتك مش عارف يعني أنا آخر مرة بس بربني بسبب قال أنه انزلت عن سلفتي تحت في البيت يا أم محمود أطلب منك أولا ياريت لو تسيبي لي رقمك في الكنترول أعرف تواصل معكم بعد الحلقة رقم واحد رقم اثنين وصية له ولكل من يسمع ولكل من يشاهد وصية الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لما الإنسان تقدم لخطبة هذه المرأة وأخذها بأمر الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم يقول المرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم والذي يقول مليش كبير لا احنا كبرنا ربنا سبحانه وتعالى وكبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال أنا مليش كبير هو واحد بس ومصيره كان للهلاك وهو فرعون قال أنا ربكم الأعلى فلا تكن كمثل هذا الإنسان في هذا القول الذي أودى به للأسف في ضيع عليه عمره ضيع عليه حياة وضيع عليه كل ما يمتلك فيريت يا أم محمود لو تتركي لي رقمك إن شاء الله أتوصل معكم لربما لو كانت كلمة له مباشرة يصلح الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال يا رب هي أخدوا رقمها دلوقتي وهوني على نفسك يا أم محمود وعنى الحمد لله إن انت تواصلت وإن شاء الله سيد أحمد هيتكلم معاك ويا رب بإذن الواحد بيحزن إن لما بتبقى القلوب فيها غلزة دي بتبقى ما بتبقاش عارف إيه لغة التفاهم يعني بتحس إنها بتقفل اللغة أو باب التفاهم هيسمع إيه بساعات بتبقى الناس أصلا مش عايزة تسمع أو مش قادرة إنها تستجيب أو إنها تتجاو فربنا يا رب يهدي النفوس يا رب إن كل شيء خلقناه بقدر أولا المعنى حررتك وضحته إن كل حاجة ربنا أيا كان وستكون دي بأمر ربنا سبحانه إيه دور العامل البشري في معنى الآية دي الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان وده يلاقيه في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التسليم المطلق ويذكر ذلك علماء يقولون سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك الله تبارك وتعالى يعني أعطى للإنسان أشياء لكن هو انشغل بأشياء أخرى ونراها كثيرة ظاهرة يعني حقول المعلك حاجة تلاقي بعض الناس لو ارتكبت شيئا سيقيمون عليك الدنيا ولم يقعدوها وهي مجابهة الناس بالبدعة والحرام والشرك وهذا لا يجوز وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له يا سيدي سواني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما أنزل سيدنا النبي وأرسله لهذه الأمة لهذه الدنيا للعالمين قال سبحانه جل جلاله وتعالى فعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم أعطاه صفة أنه حريص على الناس فالحريص علينا صلى الله عليه وسلم حنروح حنسمع منه الكلام حنسمع منه بيقول والله إني لا أخاف عليكم من كذا وكذا لكني أخاف عليكم من كذا وكذا طيب الحريص علي من قبل ربنا سبحانه وتعالى قال لي أنا ما بخافش عليك مثلا من شرب المية بس أنا بخاف عليك من شرب شيء ثاني يعني يودي بك إلى التهلكة